جددت الكويت استنكارها وإدانتها الشديدين لحادث التفجير الانتحاري الذي وقع بمسجد الإمام الحسين عليه السلام بحي العنود في مدينة الدمام بالسعودية وأعرب بيان صادر عن مجلس الوزراء عن عميق الأسف والقلق إزاء الحادث مؤكدا أن استمرار مثل هذه الأعمال الإجرامية يستهدف أمن السعودية وشعبها وأكد المجلس عقب اجتماعه الأسبوعي إدانة الكويت للأعمال الإرهابية المخالفة لكل الشرائع الدينية والقيم والمبادئ الإنسانية بما تستهدفه من قتل وترويع للأبرياء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد شدد على الالتزام بأمن واستقرار اليمن ودعم الشرعية المتمثلة في الرئيس عبد الرب منصور هادي داعيا المجتمع الدولي إلى الوقف الفوري لسفك الدم في سوريا في حين أكد على الحقوق المشروعة للشعب السوري ودعم الحل السياسي القائم على قرارات مؤتمر جنيف وجدد وزير الخارجية وقوف بلاده مع العراق في ظل الأوضاع الأمنية التي يمر بها ومحاولات تنظيم داعش الإرهابي تقويض أمنه واستقراره وتضمن الاجتماع عرضا قدمه وزير المالية استعرض خلاله الاحتياط العام وموجودات الدولة المنقولة وممتلكات الدولة العقارية والتعويضات المقررة من الأمم المتحدة للسنة المالية المنتهية 2015 كما وافق الاجتماع على مشروع مرسوم بمذكرة تفاهم بين الكويت وألبانيا في مجال تنمية الصادرات الصناعية ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية مع جمهورية كوريا بشأن الإعفاء من تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والخاصة وتقرر رفع المرسومين لسمو أمير البلاد